العلمية التي تعتبر من المواد الأساسية بالنسبة لمترشحي شعب العلم التجربية وكذلك الشعب العلمية ككل سنتحدث كذلك عن مجريات امتحان شهادة الباكالوريا دورة جوان 2018 ما تم رصده خلال أو أثناء عملية اجتياز التلاميذ للامتحان وغيرها من النقاط التي سنحاول أن نناقشها مع كل من السيد محمد براهمي أستاذ مكون في مدى العلوم الطبيعية والحياة مساء الخير أستاذ كذلك تحضر معنا السيدة جميلة عمري مفاتشة التربية الوطنية مساء الخير سيدتي مساء النور وشكرا لكم على تلبية الدعوة طيب استهل الحديث معاك سيد محمد براهمي دورة جوان 2018 لو نتحدث بالتحديد حتى نحصر النقاش فيما يتعلق بالمواد العلمية شهدنا تلاميذ فيما يتعلق بمادة الرياضيات كان هناك ارتباك والتخوف فيما يتعلق بهذه المادة لا تتطور مادة أساسية كذلك مادة العلوم الطبيعية كيف وجدتم الامتحان وهل حقيقة كان في مستوى تلاميذ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شكرا على الاستضافة على كل حال كما تعلمون كل سنة هكذا تكون الانتباعات تعلق الطلبة وتعلق الناس الذين يحيطون بامتحان شهادة الباكالوريا أنا أسأل سؤال في جميع المواضيع سوى في الرياضيات أو في علوم الطبيعة أو الحياة أو في أي مادة أي موضوع يعطى إلا ويكون من المنهاج أو البرنامج الذي درسه الطالب إذن فتصفحي وقراءتي مثلا لمواضيع علوم الطبيعة أو الحياة حقيقة أجد أن الطالب المتوسط لتبع الدروس تاعه بانتظام في الثانوية وخلاء المراجعة تكون يومية يستطيع أن يحل هذه المواضيع بمنضوع بتماريناته الثلاثة لكن ربما القلق الذي يرتاب بعض الطلبة هو يريد الجودة يعني يريد أن يعمل جيدا ونحن نعرف دائما نقول للطلبة خير المعلمين والمتعلمين أكثرهم شعورا بالخطأ يعني قد ما يخدم يحسوا ما يخدمش ولكن تشوف في الآخر الطالب هذا يقول لك ما يخدمش ولكن الموضوع صعب تجد له علامة خمستاش ستاش وستعرف أن هذا بعد نتائج بجون شك نتائج امتحانة شهادة الباكروريا طيب سيدة جميلة عمري لو نتحدث عن باكروريا 2018 من ناحية إعداد المواضيع على أي أساس تعتمد وزارة التربية الوطنية في إعداد هذا الموضوع إذا يتعلق من أي شعب علمية أو حتى أدبية ما هي الأساسيات التي لابد أن تأخذ بعين الاعتبار في اختيار أو في إعداد هذا الموضوع موضوع باكروريا 2018 إذن تستعد دائما وزارة التربية الوطنية من بداية السنة على صهر على تكوين أولا نواة من مفتش حين يدخلوا في إعداد مواضيع الباكالوريا وهذا خلال عدة دورات ثم بعد ذلك نتقوم هذه النواة من المفتش من إعداد دليل إنجاز مواضيع الباكالوريا هذا الدليل يعتمد على معايير معايير تطلب مثلا كيف يكون الاستدلال العلمي إلى أي حد نوصل بهذا الاستدلال كيف بأن المادة العلم طبيعة والحياة أو المواد العلمية بصفة عامة هي مواد خلاص مولج فقط تستدعي الاسترجاع فقط ولكن يبقى خلينا نقاط صغيرة حول الاسترجاع المنظم والمهيكل لهذه المعارف ولكن ركزنا بالكتير حول تطبيق الاستدلال العلمي في وضعيات تقدر تكون هذه الوضعيات اللي نعطوها له مألوفة أو تكون غير مألوفة ولكن رح يستعمل الموارد اللي درسها في القسم وهنا تولي مهارة التلميذ وقدرته كيف رح يستعمل هذه الموارد اللي تتاسبها خلال السنة الدراسية إذا نرجع لإعداد المواضح قلنا بعد ما نحضر هذا الدليل تعينجاز المواضيع مصطر بطريقة دقيقة جدا وبعد ذلك كاين عدة الليجان على مستوى الوطن هذا الليجان نكون إذا كل جناع نكون من مفتشين ومفتشين وأربعة أساتداء وكل جناع ستقترح عدة مواضيع مواضيع اللي تشوفها نشوفه المستوى التحام مساوى التلميذ المتوسط ولكن ما نبسطوش لحد الدرجة أنه يكون لأنه حتى نحفظ على مستقية هذه الشهادة وكذلك المستوى لأنه لأنه عندنا مسؤولية وزارة التربية الوطنية وخاصة المفتشين العمل بيداغوجيا إذن عندنا مسؤولية أن هذا التلميذ لازم بعد المصار الدراسي عنده من مح التخرج وهذا من مح التخرج لازم التلميذ تكون عنده قدرات ومهارات أو رايح للجامعة أو رايح للحياة المهنية أو رايح للحياة تتاعه إذن والمسؤولية تخلينا أن الموضوع يكون فيه شروط وهذه الشروط اللي نوضعها في الموضوع لازم تكون في المستوى التلميذ لأنه شايفينه يقدر يواصل الدراسة أو الجامعية الآن لإعداد المواضع كما قلت سابقا إذن كان عدة لجان هذي لجان عندنا لجناف في الجزائر عندنا لجناف في بيجاية عندنا لجناف في تلمسان موزع عبر كل وليس الوطن إذن نقدر نقوله وهدف في جميع المواد وكل جنا تحضر مواضيع خلال عدة دورات إذن نقطرح مواضيع ونعود ندخل مرة تانية لمدة أسبوع ونعود نراجع هذه المواضيع ونقرأها لكي لا تكون فيها أسئلة مؤولة أو أخطاء علمية إلى غدا نصهر على ذلك يعني تكون هناك دراسة دقيقة فيما يتعلق بإعداد مواضيع امتحان شهادة البكارية كل هذه المواضيع في بنك المواضيع في بنك إذن سيكون عدد كبير من المواضيع وحتى الجنة مهلا بلها وش دارة لجنة تانية لأنها سرية تامة وهذه مسؤولية كبيرة بعد ذلك هناك لجنة تانية اللي حتدخل للحجز وليومنا هذا مازلها في الحجز لمدة 35 يوم هذه المجموعة اللي دخلت رايحة تنتقي المواضيع كاين كاين أنت عجوصا إذن لما ينتقل موضوع الأول دراسة دقيقة قراءة أخرى نظرة أخرى وإذا كان فيه نقاعس يلغى وينتقى موضوع تاني هكذا ويتم هذا وهما ما زالوا حتى الآن ومعرفناش كيفاش إذن بالطبع الآن واليوم كنا ما زالنا هذا وين صالنا كنا في لجنة تانية لجنة تقييم مواضيع الباكرونية بعد ما خرجت وهذا لمدة يومين بارح اللي داروا العلوم قرنا البارح واليوم كم مننا قراءة المواضيع قراءة دقيقة نشوف هل السياق ما فيهش أخطى هل الأسناد تسمح التلميذ بيستغلها بطريقة مقبولة هل تعليم وضحة والتلميذ يقدر يوصل يعني حتى إعداد موضوع شهادة الباكرورية تم عبر عدة مراحل حتى يكون بين أيدي المترشح ويتسنى لها الإجابة رغم ذلك ما زال بعد ذلك ما زلنا فيه العملية منذ البداية وبعد ذلك يعني تستمر كذلك طيب أستاذ محمد براهمي لو نتحدث عن باكرورية 2018 كنا تحدثت مع الأستاذ قبل قليل عن موجة الإضرابات هل تم مراعاة هذه النقطة فيما يتعلق بامتحان شهادة الباكرورية وما هي نقدر نقول في دورات قادمة هل وزارة التربيه الوطنية ستعمل على إعداد منهجية جديدة فيما يتعلق بامتحانة شهادة الباكرورية حتى نخرج من منهجية الحفظ والاسترجاع ونتجه نحو منهجية أخرى تعتمد أكثر على الذكاء على تكون أسئلة بطريقة ذكية والإجابة تكون كذلك بطريقة ذكية حتى نتفادى حالة الغش التي لا طالما نسجلها في متحانة الرسمية شكرا على كل حال أبدأ من حيث انتهيت وهو الحفظ قبل الدخول إلى الستيديو كنت نلاحظ يعني الصحافي يسأل في الطلبة ويقول له مثلا أحفظت هذه وما تحج حفظت هذه وما تحج أحفظت 15 ما قال ولا ما قال تحج لاحظ الآن كيفاش طلب عادوا يفكروا يعني شكرا وصلنا لها الدرجة وإن أصبح الطالب فقط يفكر في الحفظ لو أننا ندخل مثلا إلى تغيير في بعض الأسئلة حول الفهم أو حول التفكير نجده ربما الطالب يتقلق أو شيء من هذا في الحقيقة نحن طلبتنا نقول لهم حقيقة نحن في التمارين تعني في علوم طبيعة والحياة عدنا في التمارين الأول هو استرجاع المهيكل للمعلومات يجد نفسه ويخدم ويأخذ العلامة ثم نتدرج معه شيئا بشيئا وكل شيء موجود في الوثائق وفي التعليمات لنعطيه له في الأسئلة ونزيد نقول له شيء آخر نقوله للآباء للأولياء للطلبة يعني ثقوا كل ثقة بأن أي اختلال إذا حدث في الموضوع سيعالج قبل تصحيح ورقة الطلب وهذه مسؤولية الوزارة والآن قبل قليل السيدة عمري كانت تكلمت باللي هناك لجان راهي الآن تدرس في المواضيع اللي داروها الطلبة ورانا نسمع وشا ميقول الطلبة وشا ميقول الأولية وكذا طيب ما بدأ تقييمكم لكل هذه المواضيع بالنظر إلى أراء تلاميذ وأوليائهم بما يتعلق بمواضيع امتحان شهادة الباكالوريا أنه بالمجمل كان هناك إجماع على سهولة هذه المواضيع لكن في بعض الأحيان التلاميذ يسجلوا عدم ارتياحهم من بعض الأسئلة في بعض المواد خلال الباكالوريا نعم نحن نشوف أي طالب ملاحظة نسمعها في التلفزة أو في الشارع أو من طلبة الأعزاء إلا وخذناها بعين الاعتبار ولو كان هذا الطلب يسكن في طنرات أو في أي جبل أو في العاصمة هنا نخذها بعين الاعتبار ونمر على جميع الأسئلة ونسألوا إحنا كأساتذة هل هذا السؤال يفي بالموضوع وبالتالي يستطيع طالب أن يجيب أو لا إذا وجدنا خلالا ثقي وهذه أمنا نقولها لك نصححه ونقولها واحتمال هنا لا نديره غير جواب واحد نديره الليدار هكذا صحيح الليدار هكذا صحيح والليدار هكذا صحيح هذا إذا كان السؤال يحتمل تأويلا أما إذا كان لا يحتمل تأويلا بدون شك أن الطالب المتوسط سيجيب بكل هدوء فقط نقول الطلبة اسمح لي قل الطلبة حافظ على هدوءك حافظ على تركيزك إلى آخر امتحان وسترى امتلرك نقلق اليوم راح تشوف بأنك ستنجح ويكون عندك على ما تفرح بها طيب سيد جميلة ما بعد امتحانات شهادة الباكروي فيما يتعلق بعملية التصحيح هل يتم مراعاة بعض الحالات لاستثنائية في الأجوبة بالنظر إلى النقاط الموزعة على كل تمرين باختلاف المادة وباختلاف الشعب بالطبع بعدها عملية تقييم إذا ظهرنا سؤال يقدر يكون مؤول إذن ناخد إجراءات لمعالجة هاد المشكل إذن راح نشوفو وش بالطبع راح نبالك نصحو نشوفو إجابة الطلبة إذا الصح لقيناها بالطبع بعدما سمعنا يقولك هذا السؤال مؤول ويقبل إجابتين إحنا راح نقبلو هادوك الإجابتين إذن هذا الإجراء الأول إذن أثناء عملية تصحيح كاين بالطبع اليوم الأول كاين يومين نقشو الموضوع مع الأستيدا نسمع الأرات الأستيدا في الموضوع نقبلو نشوف الإجابات إلا هي موافقة على حسب المقترح في الإجابة النموذجية ووش قطرحت كذلك الإجناع لعالجة بعض الإختلالات إن موجودة إذن وبالطبع أعرفي أن مفتشي العامل الفيداغوجيات تصهر كبير بش يكون يعني حق التلميذ لا يضيع وكل ما اقترحناه وفق التلميذ يعني التلميذ المتوسط يقدر يوصل له بكل سهولة بالطبع الجديد اللي له جديد الآن المواضع لأننا نقترحوها هي مواضع فيها في إطار مشاكل مثلا نحن في العلوم مشاكل صحية بلك هذه الوضعية تكون جد على التلميذ ما سمحهاش ما شفهاش ولكن لما تكون هذه الوضعية غير مألوفة نطول الأسناد والوتائق الكافية للتلميذ فقط يستغلها ويقدر يتوصل بإيجاد علاقات يتوصل إلى الإجابة في انتظار نشاء الله تكون بكروريا 2018 تصنع الفارق من حيث النتائج وكذلك مجرعيتها أكيد هذا ما نبحث عنه السيد محمد براهم يوسيد مكوين في مدية العلوم الطبيعي جزيلا شكرا لي كذلك شكرا موصول لسيد جميل عامل مفاتشة التربية الوطنية واتمنى التوفيق لكافة المترشحين شكرا لكم مشاهدين في هذه الأذناء يرفع ترجمة نانسي قنقر